بالنظر للتحديات التي أصبحت تواجهها وكالة الأنباء العالمية حيالت تحولة التكنولوجية وتأثيرات الوسائط الجديدة على حضورها في المشهد العالمي وبعدما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تقدم الخبر الآن كان لزاما على وكالة الأنباء التأقلم مع التحديات الرهنة وكالة الأنباء الجزائرية كانت من وكالة الأنباء السباقة في مواكبة هذا التطور من خلال تنوع باقاتها وبث المادة الإعلامية عبر مختلف الوسائط التكنولوجية المواطن هو عبارة عن صحفي في نفس الوقت إذن يقدر يمد أي خبره لكنه ليس ملتزم كما نحن بالسرعة ليس ملتزم بالوثقية، ليس ملتزم بالمصدقية نحن ملتزمين بهذا الشيء إذن حاولوا نتجوزوا هذا كما يصبح الانترنت أو يصبح الموضوع السرعة نحن نتعلم عن نسبة التنبيه، ننبهنا بموضوع معين نحن نحاول نجيب الخبر من مصدره نحن نتكلم عن مسألة الوسيلة الشاملة الوسيلة الشاملة نحيط الخبر من نحيط السرعة إلى خير لتجاوز هذه التحديات الجمعية الثمينة والعشرون لوكالة الأنباء المتوسطية المنعقدة بالجزائر تعد فرصة للحديث عن موقع وكالة الأنباء المتوسطية وسط هذه التطورات التكنولوجية وكيفية مواكبتها على وكالات الأنباء أن تتعامل وتتعاطى مع هذا الوضع ولا تتجاهل وفي رأيي أن المهنية هي خير حاصم بمعنى إذا التزمت وسيلة الإعلام بالقواعد المهنية فيمكنها أن تتعاطى مع أي خبر غير صحيح أو أي حملات هجومية على وسيلة الإعلام لأي سبب ما وأمام التحديات الراهنة التي تواجه وكالات الأنباء خاصة في ظل التأثير المتزايد لشبكة التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالعلام البديل تسعى وكالات الأنباء من خلال هذه اللقاءات فتح باب التنويع وتطوير بقاتها المختلحة في وقت أصبح فيه التأقلم مع هذه الوسائط ضرورة حتمية للبقاء موسيقى